موسيقى فيه اهاوي واكل وشرب وكلام ده كانت مصر هي الجاذبة يعني لكن جرى ما جرى ومنذ منتصف السبعينات المصريين هجروا بقى وراحوا الخليج تحديد وبعد كده بعض الدول سفر اليها عدد من المصريين ليبيا العراق كلام حاليا ما بقاش فيه دول ممكن المصريين يهجروا لها ويعودوا ويستوطينوا كلام يعني ما بقاش فيه ليبيا ما بقاش فيه العراق ما بقاش الخليج حتى بقى بيضن حتى على اهله يعني لكن بعض الدول بتستقبل عمالة مصرية زي الاردن مثلا المصريين موجودين في الخارج بيقدر عددهم بس في العالم كله من 10 ال 12 مليون لكن هل النهاردة مع تغير تغيروا الاحوال هل فعلا الغربة هي الامل الوحيد للمواطن مصري احنا بتسميها الغربة المصريين علشان زي ما بيقولي كون نفسه ويجيب ارشين ولا الحال في الداخل ممكن يساعد في ده يعني هل لو انت فكرت بدل ما تشتري تأشيرة او فيزا للسعودية والخليج بتلاتين اربعين الف جنيه والكفيل يمتصق هناك وياخد جزء من الراتب هل انت بتقدرش تعمل بالمبلغ ده مشروع ما مثلا حتى لو عملنا تكتك بعض اصحابك انا بتكلم ليه لان البعض من شباب او حتى رجالنا لحد سن الاربعين حتى بيتصوروا ان الغربة دي امرها بسيط وسهل وان انت هتروح يعني هتشوف اللي عمرك بشوفته اه انت هتشوف اللي عمرك بشوفته بش في الجنة ربما للأسف في النار هعرض عليك عدد من الصور اعرضوها يا شباب ده حال مثلا عدد من ولادنا المصريين وهم موجودين اعرضوها على الشاشة وراء وهم موجودين في اه دولة الاردن مثلا ده طبعا لا يعيب الاردن ولا يعيب المواطن المصر اللي قاعد بس هابوريك الحال البائس يعني لا اعرضوها بسرعة مثلا يعني انت هتشوف كم واحد قاعد في قوضة يعني يعني انتشاف بسلا الوافة شباب على الصورة دي يعني انا اعتقد اقل يعني غرفة في اقصى صعيد مصر او ريف مصر هكون افضل من تده بكتير يعني تشايف انت في حالة بدائية تماما اه يعني تماما ده انجاز التعبير المطبخ بس تشايف الهدوم متعلقة الفرشة هو محتفظ بصور ولاده بس هناك بيتدفه لان درجة الحرارة في الاردن صعبة جدا ما عندكش تدفئة بمعنى كلمة تدفئة غاز قافل سبتوا الصور انت عملت جريها بسرعة انا مش عارف عالة عليه يعني قافل هو الانتشاف في الشباك ده اقصى حاجة انك تقفله الدرجة الحرارة بتوصل في الاردن لدرجات تحت الصفر تاني طيب وانت شوف كل ذكرياتك مع ولادك هي الصورة صورة على الموبايل بالبولازبة وهو اتفكر ان انت يعني دول مثلا ولادنا وهم عاديين في الاردن في الغربة لا ده نموذك هتلاقيه في بقية الدول وهو اتفكر ان ده مثلا ده اللي هم عاديين مثلا كم شهر وراجعين لك على طول لا المواطر الباصر من دول بيقعد سنة واثنين وثلاثة لما انا قريت هذا التقرير على موقع رصيف 22 ولما شفت الصور والله ازداد تحاصرة وقلم يعني التعارف دول شبابنا واحد غير مؤمن عليهم لا صحيا ولا اجتماعيا لو مرض هيتخصب منه اليوم هيستقصر في نفسه وجيب الدواء عايز اقول لك الاردن ما فيهاش دعم يعني انت بتشتري البنزين السولر الغاز العيش بنفس السعر ما فيهاش ازار في الحاجات دي يعني لكن هي فكرة العيشة هل انت بتخيل وضع العيشة دي يعني هم بيسفروا من 150 ل200 دونار اردني يعني ما يقرب من 3000 ل4000 جنيه مفروض يأكل ويشرب منهم قد بيعملوا ايه ولادنا المصريين مثلا في قطاع المعمار البنى وفي قطاع الزراعة انا بتكلم هنا بقول ايه حل فعلا هل انت فعلا محتاج تبعد عن مراتك وولادك بدل ما يباتوا في حضنك وانت شفت الحال هناك وضعه ايه عشان 3000-4000 جنيه 3000-4000 بتعملوا في مصري يا اخوان بقولك ايه ما تقنعنيش انت عارف انا معك قلبا وقلبك كمواطن ان 3000-4000 جنيه لو انت عاقد العزم انك فعلا تشتغل وتعملهم هتعملهم انا مش عايز اقولك اكتر من كده بس لا تقدر تعملهم لو انت شغل في قطاع المعمار والتشهيد والبناء يعني مصر في عهد السيسي هي هسميه البناء الاول في مصر النهار كباري طور ما بقاش في حتى عمال اجنى وشكوش في المدينة الرئيسية بالملاسبة في الجمهورية وفي العاصمة القاهرة الشركات المقاولات اللي شغالة مع الحكومة المصرية بيجيبوا عمالة من اقصى خط الصعيد اه وهتعمل الثلاث تلاف والاربع تلاف والخمس تلاف لو روح شغل ودي اللي فيه على كوصها ولا وسط معاكل اجنى وشكوش وبتشتغل نجر مسلح اي حاجة نقاش طب ليه يعني ولا هي فكرة الغربة في حد ذاتها الصفر احساس ان انا لما سافر هحوش اكتر انا بس بناشدك كمواطن كاخليك يا اخي ان انت عليك ان تعيد النظر والتفكير يعني وانا عارف ان لينا مصريين بيتفرجوا على المصر فاندي وبيتواصلوا معانا بفقرة اموم الناس كل يوم اتنين من الاردن ومن دول الخليج لو شايفها مش جايبة همها ارجعها ارجع والله هتلاقي شغل بص انت هناك بتفحط في الصخر وانا اسف في الجملة ممكن تزلي نفسك للليس ولا ما سواش تعال هنا في بلدك البلد فيها شغل والله مش ما فيها الشغل فيها هو انا بقولك يا عم روح يرمي نفسك في المصر عبو الف وبتين جنيه لا بجيت شغال هناك قطاع المعمار ما قطاع المعمار شغال هنا على ودنه يومية العامل النهاردة بتلش عن 150 جنيه اقل عامل يعد على اي حد من قريبك وصحابك بيشطبه شقة ولا اي عاد يقولك يومية العامل النهاردة كده والله هايجي لك تبالية تسعة الصبح ساعة ثلاثة اربعة بيكون مقفل واذا كان عجبك يعني وبياخد شايه وسجيره واكله الى خلافه يعني فليه يعني طبعا ممكن طريق امر يزعل مني ويزعق لي كمان في التليفون لان العمالة المصرية دي بتبعت دولارات هنا يعني مثلا بتكلم كواطم مني ليهم يعني ان لما شوف الصور دي على ولاد بلدي اكيد ازعل واحزن يعني يعني ربنا يحفظكم طبعا ويرد غبتكم ويحفظ اهليكم واثاركم هنا في مصر يعني هطلع من ده على خبر محافظة الشرقية بس مش النهاردة يعني منذ سنوات وصلت لحوالي 30 سنة ومحافظة شمال سيناء مش النهاردة منذ سنوات محافظة شمال سيناء منذ 30 عام رفع اضايا في المحاكم تختصم فيها مواطن على 120 جنيه او الله 120 جنيه انت بتخيل 30 سنة متخيل حجم الورق والمكتبات والمحمل اللي ترفع يعني ومحافظة الشرقية مش المحافظ بقى يعني في خلال 30 سنة ايضا بيقاضي مواطن اخر على في حدود 124 جنيه اضايا اضايا منظورة امام القضاء بقى لا 30 سنة هو انا مندهش اول حاجة انها استمرت 30 سنة ومندهش ان القضاء حكم فيها ومندهش ان فيه محامي رايح يترافع عن المحافظة يخربية التفاهة يعني يعني تخيل امام دولة وجهاز اداري في الدولة المصرية يجيب شلل شلل هذا الشلل استفاز القاضي القاضي طلع حيثيات يجب ان تقرأ يعني حيثيات على ايه يعني هو طبعا لغة القضاء دي لغة سامية يعني وبيستخدم كده الفاظ لغة عربية فصحة وبيقول كلام حلو بس انا بتكلم بالنيابة عن القضاء لو في الحيثيات عايز يقول لو الدليا بيشت بالشكل دا لا دلتا هو حجيبه دورة في الدولة يعني وعايز يقول لي يخرب بيوك يعني المحكبة بتقولك القاضي اولا المحكبة دي ايه المحكمة الادارية العليا يعني القضية عملا تطلع 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 لحد بوزة المحكمة الادارية العليا محافظة بتقاضي مواطن على 120 جليل من 30 سنة ماشي كده فالمهم المحكبة بتقول لا يجوز اتخاذ ظاهر القواعد القانونية سطارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة مش معنى ان انت معاك حق قانوني كمحافظ ان انت ترفع عضية فتسيء استخدام هذا الحق يا راجل وزنها انت رايح تجيب محام وتبعد وتشغل القضاء اعلى سلطة ادارية في الدولة عشان 120 جليل ده مش جاي تمنى الالم اللي انت عملتك تببيه يعني واشرت المحكمة الا ان فكرة اساءة استعمال الحق ليست من دوع الشفقة وانما الاعتبارات العدلة والتوازن بين الحق والواجه وان مطالبة المحافظة للمواطن ب120 جنيه غير جدير بالعرض على اعلى محكمة بالبلاد يا راجل ده مش جاي تمنع بتنس جاير يعني لو انت جاي بالمواطن واهل وعزبتهم على كبايتين شعي عندك ده بال120 جليه وذكرت المحكمة برئاس المستشار احمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعدوية المستشارين ناصر رضا والدكتور محمد عبوهاب نائب رئيس مجلس الدولة انه من المقرر ان حق الالتجاء الى القضاء وان كان وان كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباجر هذا الحق الانحراف به عما شرع له اذا كانت المصالح التي يرمى الى التحقيق قليلة الاهمية واضفت المحكمة ان القيمة التي تطالب بها محافظة الشرقية المطعون ضده تنحسر في نسبة 5% عن المبلغ الموقع به والبلغ بقدره 120 جنيه في عام واحد حتى تاريخ السادات وجابه سيرة محافظة شمال سيناء بتقول ان هناك المحكمة مسئوليات جسام ومهام سقيلة ده هنا بقى المحكمة بتقول للمحافظ انت عندك مسئوليات جسام ومهام سقيلة تتعلق بتحسين خدبات الصحة والتعليم والبيئة والضمن الاجتماعي والسياحة والاقتصاد والتجارة والمواصلات والبلياد التحتية وتطوير اداء وحل مشكلات المواطنين وا 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 وانت ساب كل ده وقيت يرفع عضية 120 جنيه انا هنا عايز اخاطب المشرح والمشرح هنا هو البرلمان المصري اه حق التقاضي مكفول لجميع لجميع المواطنين بس ليه الامانة احنا عايزين لجنة هيئة قضائية تفرز القضاية اللي بتطرفها يعني قضية زي كده هيئة القضاية ترجحها ترفع سماعة المحافظ تقوله بقولك ايه سوي اود مع المواطن القضاء مش فاضي اي محامم عدي عبر سبيل ارفام من اي حد فيقولك يرفع عليه قضية ده بيهدد امن قوم مصر يلا يا بروح مش نقصينك اللي لا دي ما نشغلش القضاء بحاجات تفه زي كده اخوانا اه على سلطة قضائية ادارية في البلاد هي بعت الانزار ده النهاردة لدولاب العمل الرسمي وللقضاء بتقولهم الكلام ده ما ينفعش يا اخوانا هل الرسالة وصلت اتمنى اتمنى انها كن وصلت وان كنت اشك في المقابل الدخلية طلعت بيان النهاردة اه بيان علينا ان احنا نثمنه يعني لانه وراء مجهود كبير جدا لكن البيان اللي طلع من وزارة الداخلية كنت اتمنى ان يشتمل ويضم بعض الاضحات والتفصيلات واتمنى من ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية مشكورة بانها تشرح للرأي العام والاعلام غدا في بيان سريع توضيح لبيانها اللي نشرته النهاردة الداخلية مطلع بيان النهاردة اقول انها قبضت على عدد من الهاربين من قضايا احكام حبس او قضايا جنائية ده جهد مشكول للداخلية وانا البيان ده قريته قبل كده ساعة كده بنقرأ كتير يعني من زمان ومن سنوات كتير طيب لكن بيان النهاردة بقى بيان النهاردة كان يستحق كلها لا توقف امام بيان مرعب مرعب في ايه في عدد المتاهمين اللي الداخلية ابضت عليهم عشان كده انا نشدت ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية تبعت لنا توضيح او لو اي حد من السادة المسؤولين في العلاقات العامة يتواصل معنا اليوم السابع نشر البيان بالزبط كده نجح قطاع الامن العام بوزارة الداخلية فيه تنفيذ مليون ستمية تنين وتلاتين الف تلتمية وخمسة حكما قضائيا متنوعا ازاي بقى يا داخلية ابضت على تمانتلاف ستمية تمانية وتلاتين هارب من قضايا جنائية وخمسمية خمسة وخمسين الف تمانمية اربعة وستين يعني اكتر من نص مليون حكم حبس جزئي ومية وتلاتة الف خمسمية سبعة واربعين حكم حبس مستأنف وسبعمية ستة وتسعين الف حكم غرامة مية تمانية وستين الف حكم مخالفة لو انت جمعت دول مليون وستمية وخمسين الف مواطن متهم الاسئلة بتاعتي ليه قطاع العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعايز عليه اجابة السؤال الاول لما انت تقول ان في حكم حبس جزئي صادر بحق خمسمية خمسة وخمسين الف مواطن يعني وانت نفست ده يبقى انت قبضت على نص مليون مواطن صح انت عندك معدات في الداخلية يعني عربيات تقبض عربيات ترحيلات على نص مليون مواطن ستمائة الف مواطن طب انت عندك اماكن حجز طب عندك اماكن سجن ده غير مية وثلاثة الف حكم بحبس مستأنف وحكم غرامة وثمان تلاف وسبعمية جناية ناس عاربين من جناية احنا عندنا سجون بالشكل ده ما انا بقولك هل احنا عندنا عربيات بيانة الداخلية مليون وسبعمية الف قضية اتقبض عليهم الناس يعني احنا قبضنا كده على مليون وسبعمية الف بواطن هل سياغط البيان يعني لم تكن دقيقة من الداخلية بس انا حسب فهم المتواضع لما الداخلية تطلع بيان يعني انها نفذت ستمائة الف حكم حبس جزء يبقى انت ابطت عن الناس دي يعني هتنفذ على مين على وعم مثلا على هوا على شخصيات اه مش موجودة اضايا جنائية تمنتلاف ستمائة ثمائة 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 بص قد يكون ده حصل فعلا والمؤكد انه حصل وده جود مشكور للداخلية بس الداخلية عليها تشرح ايضا لان في بعض الناس امثالي كده يعني عندهم غتاتة بياخدوا البيانات دي وعودوا يقروها انا اول ما قررت البيان قلت والله كويس يعني واليوم السابع واخد عنوان الداخلية تطبط تمن تلاف هارب من الجنايات تمن تلاف هارب طب هربوا ازاي دول وامتى وفين وفي اي قضايا طب هل احنا عندنا عربيات اه اللي هي عربية ترحيلات تكفي تمن تلاف هارب وهل كل ده في يناير بس عنوان اليوم السابع ايه الداخلية تطبط خمسمائة الف مطلوب للحبس يا ناريسو وايه اليوم السابع كاتب اقو خلال شهر يعني احنا الداخلية قبضت على نص مليوم مواطن ده ده خبر يود الداخلية بتاعي ده خبر يحبس الداخلية لبسا يعني اللي هو ايه يعني اللي هو ايه انت كنت فين يا داخلية وسايبها خمسمائة الف مجرم هارب مثلا انت كنت فين يا داخلية كل ده وبعدين ازاي انت قدرت توفاري عربيات تقبض على نص مليوم مواطن وبعدين نص مليوم مواطن ده رقم يسير يعني ردود فعل دولية انا بكلمك بصراحة يعني وقعدتون فين بعد بقبضتوا عليهم وبعدين خلي بالك لو مليون وسبعمائة الف حكم زي دول انت بتخيل كل واحد لما بتقبض عليه بتعمله محضر انت بتخيل مليون وسبعمائة الف محضر اتعملوا ده رقم كبير جدا كمل ورق اللي استهلك كمل اقلام الجاف اللي استهلك كمل ايدي وكمل انشغال لمدريات الامن على المستوى الجمهورية ده رقم كبير يا اخبر وبالتالي وبالتالي جهد مشكور لوزارة الداخلية على هذا الجهد فيما يتعلق بالامن العام والداخلية هنا بتبعت الرسالة للمواطنين يعني ان احنا بنبزقه بنحارب الارهاب بس احنا ايضا لا يمكن ان ننسى الامن العام والامن الاجتماعي وبنقبض على الناس اللي عاملين جرائم جنائية وبنحاول نبعت رسالة تبس الامن في نفوس المواطنين بس لما انتوا يعني ما نصغى البيان في الداخلية انا اعتقد لم يحالفه التوفيق وبالتالي ارجو من الزملاء في ادارة العلاقات العامة وبقول الزملاء يعني انا مش لوهم الوقات ولا انا رائد ورائد لا يعني بحكم المهنة بيكتب بيان صحفي يعني وبمين صحفي يعني فبقول انهم بس يرجعوا البيانة اللي طلع لانه ممكن يصير يصير ردود افعال سلبية مش ايجابية يعني انت جاي تبرز ما انجزته لا ما انجزته طب تعال اقول ده مسلا خلال سنتين مسلا يعني فاهم انا حتى مش هتوقف امامه بس موقع اليوم السابع بيقولك ده خلال شهر مليون سبعمائة الف وبالتالي اناشد وزارة الداخلية مشكورة بانها تعلق على هذا الخبر بالاضاح التام يعني اتمنى ده نقدر طبعا الجهود ونثمنها وخاصة ان احنا بعتين تحية شكر لقوات الامن المصرية سواء من المؤسسة العسكرية او الشرطة في اول البرنامج احنا هنشوف تقرير وهرجع تاني لسه ما انهتش الفقرة عن الفريق مرور سبع سنوات على رحيل الفريق سعد الدين الشازلي رئيس اركان حرب الجيش المصري اثناء حرب اكتوبر البسلة سبعة اعوام مرت على وفاة الفريق سعد الدين رئيس اركان حرب القوات المسلحة المعروف بجنرال النصر والذي رحل قبل يوم واحد من تنح الرئيس الاسبق حسن مبارك ليعود تسعة عشر عاما من التجاهل بتأدية شباب الثورة صلاة الغائب عليه في قلب ميدان التحرير وتقام له جنازة عسكرية مهيبة ثمانية وثمانون عاما عاشها الفريق الشازلي كانت مليئة بالاحداث وكانت بداية تسميته على اسم الزعيم سعد زغلول ثم تخرجه في الكلية الحربية كأصغر طالب في دفعته عام الف وتسعمائة واربعين ومشاركته في كل الحروب التي شارك بها الجيش المصري حتى تأسيسه لأول فرقة مضلات وتعينه قائداً للقوات الخاصة كما كان آخر قائد ينسح بقواته من سيناء في نكسة عام الف وتسعمائة وسبعة وستين شغل الفريق الشازلي رئاسة أركان القوات المسلحة المصرية قبل عامين من حرب أكتوبر وحتى الثالث عشر من ديسمبر من عام النصر الذي كان من أبرز صناعها حتى بدأت بذور الخلاف في وقت الحرب حول تطوير سبول الهجوم المصري على الجبهة ليحتدم الخلاف عبر وقوع ثغرة الدفرسوار ليقرر الرئيس السادات إقصائه وتولي الفريق الجسم منصبه ليقوم بالتعامل مع الثغرة تولى شازلي منصب سفير مصر بلندن عام 1974 قبل أن تشعل الكتب معركة بينه وبين الرئيس عقب نشر السادات كتابه الشهير البحث عن الذات متهم شازلي بالتخاذل ليرد عليه رئيس الأركان بكتاب حرب أكتوبر متهم السادات بالتنازل عن النصر والقبول بمعاهدة كامبيفيد التي عارضها ليتم اتهامه بنشر أسرار عسكرية والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ويقضي جزءا من حياته معارضا للسادات واللاجئا سياسيا بالجزائر بعد 14 عاما في الخارج عاد إلى نصر عام 1992 حتى توفي بالمركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة ليمنح اسمه فيما بعد خلادة نيل العظمة تكريما لدوره الكبير في حرب أكتوبر تقريبا 55 إلى 56 مليار متر مكعب دي حجم حصة مصر من مياه نهر النيل اللي بجلنا سنويا ربع زي الكمية 25% منها في حدود 14 مليار بتذهب مباشرة لزراعة محصول واحد في مصر وهو الأرز ربع الكمية رقم كبير قوي وانتو عارفين أزمة المياه في مصر يعني من قبل صد النهضة وإحنا دخلنا في مرحلة اسمها الفقر المائي فالحكومة المصرية ممثلة في وزارة الرأي ووزارة الزراعة قرروا تخفيض مساحة الأرز المزروع 30% المسجل رسميا عند وزارة الزراعة والرأي أن الأفدنة أفدنة زراعة الأرز في مصر حوالي مليون ومئة ألف فدان فهي بتقول هنشيل 30% يعني هنروح ل700 ألف فدان لكن الواقع فعلا بيكشف أن الفلاحين في مصر يزرعون ما يقرب من 2 مليون فدان أرز يعني فكمية الميا تقريبا كلها نصة اللي جاي لنا من نهر النيل بتروح ليه الرز ما بين الدولة المصرية اللي بتحافظ على هنا الميا الميا هنا روح يعني عدم توفرها يعني موت وما بين الفلاح اللي عاوز يزرع الرز إما ليه أو يبيع أو يستفيد بعد الفاصل فقرة مهمة جدا هنقش فيها قرار وزارة الرأي والزراعة لتقنين مساحات الرز هشرفني فيها ضيوفي الأعزاء نقيب الفلاحين فلاح حسين عبد الرحمن و رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية الأستاذ رجب شحاتة ورئيس قطاع الرأي بوزارة الرأي والموارد المائية الأستاذ عبداللطيف خالد بعد الفاصل اشتركوا في القناة